بسم الله الرحمن الرحيم اخواني اليوم هاي الجلسة هي اول جلسة لمجلس الوزراء بعد انتخابات هاي الانتخابات اللي كانت الهدف الرئيسي لها الحكومة وضبن المنهاج الحكومي واعدنا الشعب ووفينا بالعهد رغم المشككين رغم البعض قال حكومة هتقوم بانتخابات قمنا بانتخابات والحمد لله وشكر هاي الانتخابات نجحت باعادة ثقة المواطنين بالنظام السياسي ونجحت بانتخابات اول انتخابات ما بها خروقات امنية وقانونية هاي الانتخابات مهمة ومفصلية وسوف يذكر التاريخ ان هاي الانتخابات اكو تاريخين في العملية السياسية العراقية ما قبل 10 اكتوبر عام 2020 وبعد 10 اكتوبر من عام 2021 هال الانتخابات لأول مرة في نظام الديمقراطي تحدث بدون وجود حضر التجوال وأول الانتخابات حكومة لم تشارك بها لكي نعطي مصداقية ونزاهة وثقة بالمواطنين للمشاركة بانتخابات وعطاء ثقة العملية الانتخابية الحمد لله والشكر العراقيين عبروا عن ارادتهم ويجب احترام ارادة العراقيين الديمقراطية صلب العملية الديمقراطية صلبها هو الانتخاب والانتخابات وكذلك روحها العراقيين نجحوا وعبروا عن ارادتهم بهذه الانتخابات وبالعرس الانتخابي وأثبتوا للعالم أن العراقيين قدموا أفضل معتهم من منافسة بطريقة عصرية تليق بهم تليق بتاريخهم وبحضارتهم وأن العراقيين يرفضون العودة إلى الماضي إلى الدكتاتورية أو الرأي الواحد هذه عملية الانتخابات رقزت عليها وانتطباها بمجال المنافسة والحمد لله والشكر كانت هناك تجربة جديدة الجميع أشاد بدور الحكومة بدوركم كوزراء في دعم المفوضية وفي دعم من الأمن الانتخابي فلم تسجل هناك أي خلقات والجميع أشاد بهذا الإنجاز الكبير هذا تطور مهم في المسار الديمقراطي العراقي وإن شاء يكون درس للتجاب الديمقراطي في المنطقة والشعوب التي تبحث عن فرص أفضل في حياة كريمة علينا كالشعب عراقي وكقوة سياسية ومرشحين في الانتخابات الفائزين وحتى لطفل الخصة أن نتعاون جميعا ونتنصالح ونفكر في المستقبل العراق ونقيم أخطانا في الماضي ونعمل على أدم تكرارها العراق في أمس الحاجة أن جميعا العراقين في أمس الحاجة لتشعيات جديدة تنتقل في العراق إلى مستوى الدول المتحضرة وتنتقل بنا إلى تجربة جديدة هذه الحكومة حكومتكم وبجهودكم فعلينا استثمار هذه الفرصة وهذا الأمل في صناعة مستقبل يختلف عن الماضي نحتاج نحترم بعضنا ونحترم حتى اختلافات وجهة النظر دقة المجتمع الدولي ودول منطقة الآن اختلفت في نظرتهم العراق بعد هذه الانتخابات يجب أن نستثمر هذه النقاط للانطلاق نحو المستقبل أبارك للفائزين جميعا أبارك لكل المشاركين من قوى سياسية من المستقلين المشاركة في هذه الانتخابات وحتى الذي لم يحصلوا عن نتائج مرضية أبارك لكم هذه المشاركة لا يوجد خاص في هذه الانتخابات جميع ربحان الجميع دخل هذه المنافسة لخدمة عراق ولخدمة شعب عراق وإنقاذه وحفظ كرامته عراق يستحق شعبنا يستحق وعراق اليوم تغير صورتها عراق اليوم عراق عراق ديمقراطي حقيقي ويجب أن نعتفل الجميع بأن هذه المنافسة منافسة من أجل خدمة بلدنا وشعبنا وحفظت كرامتهم اشتركوا في القناة شكرا